يستفسر من الجمعية ومن الحالات الموجودة يشارك في هذه البرامج نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منهم منكم تفضل اللي ما يقدر يدفع ولا شيء ينشر يا سلام يا سلام أقل شيء يقدمها الإنسان يا سلام إذن ما يقدر يدفع ينشر بس بإذن الله بيض الله وجهك أخي علي نروح لأخونا مشرف سهلا بواحد صراحة سعيد وتواجدك معنا أبو عبد العزيز الصراحة مبادرة هذه نحن نستمتع فيها أنا مشرف بصير متسابق معكم أنا بصير متسابق مع عدمي مقدم أنا الله يسعدك تفضل لمشرف أزاد فضلك مثل ما قلت لك صراحة زي المبادرات هذه نحن نسعى لهذا الشيء هو الشيء نؤجر عليها إذا ما وقفنا مع الحالة هذه متى نقف هذه وقت الشدة إذا أحد ما يقدر استطيع أنه يدفع هي إنما العمال وبالنيات مثل أخونا اللي من العراق أمس اللي يقولوا شلونا تبرع هو ما يقدر تبرع له أخونا علي نعم جزا والله خير شفر إنما العمال وبالنيات يعني هو نية أنه يدفع وما قدر ودفع الأخوه لكن اللي ما يقدر يستطيع النشر النشر هو اللي يعني يساوي خير واجه يا سلام يا سلام أشكرك أخي مشرف على طارق هذه الرسالة اللي جاتنا أمس منه أخونا من العراق في أحد الحلقات لنا مرة أرسل هي ظهر إمرأة قالت أنا من أحد الدول ولا أستطيع أن أتبرع فسبح الله أحد الآباء اللي موجودين معنا قال أنا أتبرع بمئة ريال عن هاللي تقول بقى أستطيع ثم من الثاني قال تبرع المهم المجلس تقريبا طلعت تقريبا بحول ثم مئة ريال جاءت في ميزان حسناتها تبرعوا عنها الحاضرين وهي خذت الأجر وهي في بلادها فلا نحقر من المعروف شيء رسالة دعوة تنبيه كلمة كلها بإذن الله في ميزان الحسنات أسلم يا أخوي ريال في خاطرك شيء مشرف ولا خلاصت طيب يا ريال هل أو سهل أول ما أقول الله يوفق افتح الماء يا ريال أقول أول ما أقول أمسل أبو عبد العزيز نشكرك على مبادلها الطيبة وتخصيص حلقة للموضوع هذا وهذه طال عمرك وقف خيري ومنها دفعت بلا ومنها فتح رزق لك ما تدري وش الله يمكن عندك موضوع ما يتخلص لتصدق يا سلام واصدقه ما هبشرط أن الواحد عنده مال حتى لو ما عندك مال انشر على كلامه علي انشر يا سلام غيرك بيدفع ولا وصلت عند غيرك ووصلت عند غيرك طرح تصب بميزان حسناتك الله أطر واصدقه عظيمة عند الله سبحانه بيض الله وجهك يا ريال قول النبي صلى الله عليه وسلم الداله على الخير كفاعله من دل على هدى فله من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا يعني أن جيت علمت الناس هذا العمل الخير أن تاخذ الأجر كامل قد مثلا قد مثلا علمت واحد على سنة من السنن قد أتى بي مثلا زي ما تقول بعض السنة ما كملها أن تاخذ أجر كامل للسنة أن تاخذ أجر كامل للصلاة اللي علمت أن تاخذ أجر هذا العلم كامل لأنك أعلمت ودليت الدال على الخير كفاعله ما شاء الله طبعا معنا الآن رح يكون معنا الأرقام وترى هذه الفقرة لكم ومنكم وإليكم مع جمهورنا الكريم أرقام التواصل موجودة الآن ودنا نسمع منكم رسائل الجميلة التي تبعث الروح وترى أهل الحالات الآن متابعين لهذه الفقرة اليوم يتابعون وينتظرون بفارغ الصبر متى تكتمل فاتورته حتى يذهب إلى المستشفى ويجري هذه العملية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم فشاركونا باتصالاتكم وكذلك بالهاشتاغ على مراجل 27 شاركونا بالرسائل الإيجابية والجميلة منكم وإذا كان في تبرع كذلك عبر هذا الهاشتاغ نذكر اسم المتبرع ونعلنه ونسأل الله يجعله في ميزان الحسنات ويرزقنا وإياكم الإخلاص طبعا في آخر الحلقة راح نسحب إن شاء الله من التاق المتسابقين لكن لا تبدونا الحين في المتسابقين عطونا الرسائل الإيجابية في حلقتنا راح نجعل فرصة للقراءة من التاق بإذن الله تفضل أخوي عبد الله وشو تقول عندك الحالة قيمة 190 ألف لو وجهت هذه الحالة أمامك وأنت عندك القدرة ماذا تفعل والله بسوي كل شيء لأن طال عمرك كل شيء يضيع غير فعل الخير الله أكبر اليوم اللي تسوي فعل الخير تلقاه جدامك يفيك نفسك ولا في عيالك ولا إذا ما جيت في الحياة فتلقاه عندي يوم تحتاج ليوم الآخر الناس تجتهد والناس تشتغل فلاحد يبخل على أحد وأنا للأمان أني متفاعل متفاعل بالخير ليش لأن هالخير وايد وفي كل مكان يا سلام للأمانة وعلى ما قالوا الربع سبقونا في كلام أبشرط التبرع بمبلغ هايل ولا شيء نفوق عن طاقتك بما تملك يمينك يا سلام إذا عندك راتب باربعة آلاف ريال سعودي تبرع بعشرة ريالات أعماني يعني بمئة سعودي بشيء بسيط يا سلام الصدقة طبعا بالمناسبة اليوم اليوم الرواتب اليوم الرواتب زيني أبو عبد العزيز أسلام والرسالة المهمة اللي وجههي لمشاهير السوشال ميديا كل من يتابعني هذه الحالة الله يحد الشر اعتبر هذه الحالة من المقربين لك ولا فيك كيف يكون الشعور يا سلام ودك تسوي كل شيء فالله سبحانه وتعالى وخلقناكم من شي يقول فسعد نبي عبد العزيز وخلقناكم شعوب من وقبائل لتعارف حن كلنا نتعارف حن كلنا إن أكرمكم عند الله أتقاكم لازم نجود بشيء بسيط ويعني على ما قاله النشر ضروري وأمر مهم فعسى الله يوفينا إن شاء الله الفعل الخير بإذن الله إن شاء الله أني متفعل بالخير بإذن الله بإذن الله يسمعونك الجمهور وبإذن الله يمدون الأيادي البيضاء للمحتاجين ومرحبا معنا اتصال أخي سالم السلام عليكم السلام عليكم يا هلا وسهلا